موسيقى الخمسة صباحا الثانية بتوقيت جراناتشمو جزون إخباري ونأتيكم من القاهرة أهلا بكم أصدرت مصر والسعودية بيانا مشتركا عقب زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لمصر واجتماعه مع الرئيس السيسي وأكدت مصر والسعودية أهمية استمرار العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري واستمرار عقد مجلس الأعمال المشترك كما أكد البيان للمشترك أن الرئيس السيسي ولي العهد السعودي أشهد بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات كما أشهد الجانبان بتقدم العمل في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين وفي الجانبين الدفاعي والأمني أشهد الجانبان بمستوى التعاون والتنصيق الأمني وعبر عن رغبتهما في تعزيزه خاصة في مجالات مكافحة الجرائم بجميع أشكالها ومكافحة المخدرات وجرائم الإرهاب وتطرف وتمولهما وأمن الحدود وأشهد الجانب السعودي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر وعبر عن دعمه الدائم للحكومة المصرية من خلال المنظمات والمؤسسات المالية الدولية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو في مصر وفي الشأن الدولي جدد الجانبان عزمهم على موصلة التنصيق وتكثيف الجهود الرومية إلى صون السلم والأمن الدوليين وبشأن تطورات الأوضاع في فلسطين أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وما يشهد القطاع من حرب وحشية كما أكد ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منصقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية كما أدى سيد اللواء حسن رشاد اليمين القانوني رئيسا للمخابرات العامة جدل بالذكر أن السيد اللواء حسن رشاد تخرج في الكلية الفنية العسكرية ويتدرج في المنصب بجهاز المخابرات العامة إلى أن تم ترقيته لدرجة وكيل جهاز المخابرات قبل أن يؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية كرئيس للمخابرات العامة وفق مجلس الوزراء على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية لتمويل ودراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تسعى لتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل أعلنت وزارة الخارجية عن وصول شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية المصرية إلى مطار بيروت والتي تضمنت 28 طن من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة لتوفير سبل العيش والتخفيف عن كاهر النازحين استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعبه الشقيقة في مواجهة الآثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي كما قامت سفارة المصرية في بيروت بإعادة 304 من المواطنين المصريين العالقين في لبنان وذويهم إلى أرض الوطن ليصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الآن إلى 590 مواطنا عبر رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران وتواصل سفارة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن تمهدا لإدراجهم على الرحلات التالية وعلى المستوى الإغاثي أرسلت مصر حتى الآن 44 طن من المساعدات وستواصل تقديم كل دعم ممكن للحكومة والشعب اللبناني قال رئيس الوزراء البريطاني كيرسترمر إن بريطانيا وفرنسا تدعوان إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وذلك لمناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة كما تدرس بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية قال وزير الخارجية بريطانيا ديفيد لاني إن الجزائر أيضا دعت إلى الاجتماع العاجل لمجلس الأمن وتراجعت الإمدادات الغذائية لقطاع غزة بصورة حادة في الأسابيع القالية الماضية بعد أن فرضت السلطات الإسرائيلية قاعدة جمركية جديدة دعا مقرر الأمم المتحدة إسرائيل إلى وقف اعتداءات المستوطنين الذين اختصبوا الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وأوضح المقررون الأمميون في بيان أن المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل يواجهون أخطر موسم قطف زيتون على الإطلاق ويشدد البيان على أن ترهيب المزارعين الفلسطينيين وتقييد وصولهم إلى أراضيهم والاعتداءات عليهم يقود إمكانية تأمين الأسر الفلسطينية احتياجاتها من الغذاء مشاهدين انتهى الموجز ولمزيدنا من الأخبار يمكنكم تحمل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر ومحضراتكم على الشاشة شكرا على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي أنا محمد أنصاري ودمتم في آمان الله